بسم الله الرحمن الرحيم إلى هزازي الرؤوس في منبر الشتائم هذه هي رسالتي التانية لكم وربما تكون الأخيرة أبلغني بعض الأصدقاء يعني المقربين مني إن هزازي الرؤوس تطولوا على شخصي المتواضع في أحد البرامج في الأيام الماضية أقسم لكم أنني لم أشاهد هذا البرنامج ولن أشاهد مثل هذه البرامج اللي تم فيها تشويه كل الشخصيات المحترمة دون رقابة أو حساب والحقيقة إن أنا ما شفتش هذا البرنامج لإني لا أتابع هذه القذورات لا أتابع برنامج لا يقوم إلا على السباب والشتائم والمدخلات اللي فيها كلها بدون أي رض وأنا سمتهم هزازي الرؤوس لأنهم هزازي الرؤوس بشكل رأسي لا يهز الرؤوس أبداً بشكل أفقي لا يعترضوا على أي سباب ولا يعترضوا على أي شتائم لو قمت بالرد على المتطولين حبقى زيهم هيبقى الجديد ومش هيكون لي حق إن أنا يعني أنتقد أي انتقاد لإن أنا نفسي برد على المتطولين بنفس أسلوبهم فده مش طبيعتي ولا تربيتي متعندكم القناة بتاعتي قناة دية بقالها تقريباً ممكن يكون أربع سنين تقريباً أرجع لأي فيديو إن لقيت لي أي كلمة فيها سباب لحد أو فيها خطأ حق حد أنا هنا بتكلم فني بتكلم بلغة التحليل والأرقام ما بتكلمش بلغة الخزعبلات اللي ممكن يستخدمها أي إعلام آخر أنا في الحقيقة سأكتفي بثقة الناس وقدرتهم على التمييز بين الحق والضلاط سأكتفي برأي الناس بين الإعلام الحقيقي اللي بيستند إلى الأرقام والتحليل الفني والإعلام اللي تم تخليقه فقط عن طريق قائد البزاءات في المجتمع المصري اللي نشر هذه الصفة في كل الإعلاميين على هذه القناة قبل ما أختم عايز أقولكو على حاجة أنا لا أعمل في أي مجال يخص الأهلي أو الزمالك ولا في أي بطولات ولا في أي شيء له علاقة بأندية ولا أتقاض أجرا حتى لما كنت بظهر على أي قنوات كضيف مجاني والناس كلها تشهد على ذلك واللي عنده حد يسأله إذا كنت تقضيت مليم واحد من أي قناة أنا لا أتقاض المال من أجل مسندة أحد أو من أجل سباب أحد وحسب يا الله ونعم الوكيل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر